أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الآية الأولى من سورة الشمس هي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وعند الإمامية باتفاق كلمتهم أنها جزء من كل سورة إلا سورة براءة ما وردت البسملة فيها خلافاً للعامة وفي الجملة يقولون من قالوا بأنها جزء السورة فقط في سورة الحمد أما في غير سورة الحمد من السور فالأكثر أنها ليست بجزء من السورة وإنما هي فاصلة بين سورة وسورة وهذا القول باطل تحقيقاً باتفاق الإمامية والروايات اللي وارد عنها فضلاً عن الأدلة اللبية التي تجتمع على أن البسملة هي جزء من كل سورة ومنه يتضح بأن الترقيم المذكور في المصاحف المتداولة في أيدي المسلمين اليوم ليس بصحيح لأنه استثنى البسملة من حساب الآيات وهذا خطأ البسملة في كل سورة هي الآية الأولى منها وعلى هذا ينبغي أن يكون الترقيم في كل سورة بإضافة آية بإضافة رقم هكذا نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يعمل به البحث في البسملة يقع في مباحث المبحث الأول في المفردات واللطائف والتعاليم وهذا سابقاً بحثناه تفصيلاً في سورة القادر وفي سورة الحمد وفي سورة ياسين فلا نقف عنده هنا وإنما نتوقف على مبحثين المبحث الأول في شيء من فضائل البسملة لأهمية هذا البحث نقف عليه هنا وهو من الأبحاث التي لا يدركها العقل مستقلاً عن الشر لأن العقل لأن العقل لا يمكن أن يدرك التأثيرات الغيبية الباطنية للبسملة على الإنسان على واقع الإنسان على دنيا الإنسان وآخرته لذا سنمر على بعض الروايات الروايات الواردة بهذا الشأن حتى نعرف أن البسملة حلالة للكثير من مشاكل البشر إذا التزموا بها وبشروطها وقيودها في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يظهر فيها أن البسملة رافقت جميع الأنبياء منذ آدم إلى الخاتم كلهم عرفوا البسملة وإدركوا شيئاً من فضائلها ومعانيها يقول عليه السلام البسملة في أول كل سورة آية منها ناص صريح في هذه المسألة والعامة ينبغي لهم أن يذعنوا لهذه الحقيقة لأن الإمام الصادق بإقرار كل المسلمين هو أستاذ المذاهب وأستاذ العلماء في الإسلام يقول بأن البسملة هي جزء من كل سورة فيها وإنما كان يعرف إنقضاء السورة بنزولها ابتداء للأخرى يعني تبدأ السورة تأتي آية بعد آية ولو حصلت فاصلة بين آية وأخرى متى ما نزلت البسملة عرف بأن السورة السابقة قد ختمت وفتحت سورة جديدة بواسطة البسملة ثم يقول وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ كل الكتب السماوية إلا وهي فاتحته البسملة بسملة كل كتاب سماوي نزل من السماء فاتحته البسملة بس الفرق بين الكتب السماوية وبين القرآن أن الكتب السماوية تأتي البسملة فقط في فاتحة الكتاب أول الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وخلص أما في القرآن الكريم في كل سورة من سور القرآن البسملة تأتي إذن السعة والشمول في القرآن الكريم غير اللي موجود في الكتب السماوية قريب منها ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى أثر عظيم من آثار البسملة إذا التزم بها الإنسان يقول إذا قرأتها قرأت البسملة ستردك ما بين السماء والأرض هذه الرواية يروي الشيخ الكليني في الكافي الذي يقرأ البسملة تستره ما بين السماء والأرض المتبادر إلى الأذهان أولاً أنها تكون له حجاب ساتر واقي من الأخطار التي تنزل عليه من السماء أو الأخطار التي تظهر له من الأرض إذا قرأها إذا قرأها لكن ترتيب هذا الأثر الحماية الحقيقية بالبسملة متوقف على شروط هذا ينبغي أن نتوقف عندها الأول اليقين بظهور الأثر فرق بين من يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو ملتفت إلى مداليل ومعاني ما يقول وبين من يقول بسم الله الرحمن الرحيم بلسانه وذكره وفهمه وعقله في مكان آخر الذي يقرأ البسملة متيقن بظهور الأثر عليها تستره ما بين السماء والأرض الشرط الثاني أن يكون له قراءة للبسملة لأن القراءة على أنواع القراءة مو نوع واحد أكو قراءة قراءة الصوت تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسمع والقريب منك هم يسمع هاي قراءة الصوت أكو قراءة أخرى قراءة القلب تفتح الآية تفتح المصحف أينك تشوف ما تقرأ بس قلبك هو اللي يقرأ جربوا تشوفون هاي المسألة بالوجدان هكذا أكو قراءة ثالثة هي قراءة العين هذا الإنسان اللي يجلس يطالع الصحيفة مثلا أين تمشي لا قلبه ولا صوته يقرأ هذا أنثرت قراءة ثالثة قراءة رابعة أكو قراءة الشفة أو الشفة يتمتم بشفاهه في قراءة الهرور هنا الرواية الإمام صلوات الله عليه يقول من قراءها سترته ما بين السماء والأرض ظاهر المقصود أولا حينما يقال قراءة يعني قراءة الصوت مو قراءة العين مو قراءة القلب مو قراءة الشفة يقرؤها بالصوت لأن للصوت آثار تكوينية على قلب الإنسان وعلى روح الإنسان الصوت جدا مؤثر بعض الأصوات تؤثر إيجابيا على الإنسان وبعض الأصوات تؤثر سلبيا على الإنسان الصوت شيء لا يتصور الإنسان مجرد فعل أو مجرد عرض وإنما له جزء السببية على روح الإنسان على عقله على قلبه الغناء محرم مثلا الغناء ليش محرم جزء مننا الكلام الباطل وجزء مننا اللحن الذي يورث الخفة في الروح وينسي الآخرة وينسي الله عز وجل وجزء مننا التأثير على الروح يأثر على الله لذلك الغناء في الروايات ينبت النفاق في القلب هذا من أين ينشأ؟ من التأثير تأثير الصوت على روح الإنسان على قلب الإنسان بعكس الصوت الجميل في قراءة القرآن أو في قراءة الدعاء أو المناجات يعطي فرد نورانية خاصة على الروح على القلب فتخشوع خاص يشن في السم ويخضع القلب يخل القلب خاشئ خاضع إذن الإنسان ليستهين بالصوت الصوت له تأثيره على روحه وعلى عقله نانها من الإمام الباقر يقول إذا قرأتها سترتك تقرأها بالصوت أنت تسمع أنت تسمع والقريب منك أيضا يسمع الأمر الثالث هو الجهر بالقراءة يجهر جوهر صوت يطلع في القراءة حينما يقرأ البسملة من يقول بسم الله الرحمن الرحيم جوهر صوت لازم يطلع يعني يرفع الصوت بذكره بذكر البسمة بذكر البسملة لذا الإمام الصادق عليه السلام يقول إن البسملة أحق ما يجهر به إذا أكو أشياء يحق الجهر بها كالدعاء كالذكر مثلا البسملة هي الأحق بالجهر بها وهو من عناصر التربية إذا الآباء والأمهات في بيوتهم بين أطفالهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم حينما يجلس على المائدة يقول بسم الله الرحمن الرحيم حينما يدخل إلى الحمام حينما يغير ملابسه حينما يتكلم الأم حينما تعد الطعام حينما ترضع الطفل تقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا تربية هذه نورانية يعطيها إلى الولد قلنا سابقا في مناسبة أن عوامل الصلاح والخراب في الأولاد يبدأ من التكوين الأول وهذا جزء التكوين الأول وهو يفرق بين أب يبدأ طعامه بالبسملة وأبي يبدأ طعامه بالكلام العادي وهي فرق أصن بركة الطعام نورانية الطعام تختلف خلي جرب الإنسان هذه تجربة هذه من الأمور التي دلائلها معها خلي جرب وشوف ليش لأن الإجهار بالصوت له تأثير على الأرواح ومن التأثير أن الجهر بالصوت يطرد الشياطين من حول الإنسان إذا الإنسان قال بسم الله الرحمن الرحيم ابتعدت منه الشياطين وأشرار الخلق أيضا يغللون من الشر بذكرها ضمن هذه الشروط الثلاثة التي بكرتها لذلك وارد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتدرع بالبسملة في مقابل قريش لاحظوا مثلا هذه الرواية في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزله واجتمعت عليه قريش إذا يجي للبيت يجيون يحاصرون البيت هذا جزء من سياسة قريش والضغط على رسول الله كانوا يستخدمون يطوقون البيت ويريدون يقتحمون البيت فالنوع من الإرهاب المعنوي والضغط الاجتماعي يسبب له إذا دخل منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته مو أنه يقراها بقلبه أو خفية أو بس يحرك شفته يرفع بها صوته فتولي قريش فرارا ينهزمون انهزامها هاللمة الكبيرة وهالتحاشد وهالتحاضد جايين على رجل واحد محتشدين يقرأ البسملة يفرون منه هذا معناه أن الرعب والخوف يدخل في قلوبهم حتى يفرون مو أنه هم يقررون ينسحبون يفرون تولي قريش فرارا فأنزل الله في ذلك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا هذه النفور بها دلالتين نفور بمعنى الفرار بأبدانهم والنفور بمعنى الانقباض في أنفسهم هم يتنفرون بأن شرك وكفر أبدانهم وأرواحهم مغموسة بالشرك وبالكفر لا يتحملون ذكر الله عز وجل هم أرواحهم تنكمش وتنقبض وهم أبدانهم تفر ما تبقى إذن هذه الروايات الشريفة دال على أن الإنسان إذا التزم بالبسملة في شؤونه المختلفة ضمن هذه الشروط الثلاثة تمكن أن ينجز الكثير من الإنجازات ويحقق الكثير من المطالب في حياته في روايات أخرى أكو أن الإسم الأعظم في البسملة هو أقرب إلى سواد العين من بياضها الإسم الأعظم الذي السماوات والأرض تدور عليه وبه في البسملة لكن الإسم ليس هذا اللفظ الذي نقول باللسان فقط ضمن الشروط الذي ذكرناه يصير غاية التأثير فيه فرسول الله صلى الله عليه وآله إذا قرأه في وجه قريش ولت فرارا منه هذا العدو هكذا أما باقي الأشياء التي يحتاجها الإنسان لاحظوا ماذا تقول الروايات في كتاب المحاسم عن الإمام الصادق عليه السلام إذا توضأ أحدكم ماذا يريد يتوضأ ولم يسمي يعني ما قال بسم الله الرحمن الرحيم كان للشيطان في وضوئه شرك وقد تقرأ شرك لسه أقول شنو الفرق بين القراءت يانا إما بسكون الراء وإما بفتح الراء شرك أو شرك وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه صاحب المحل بالمحل صاحب السيارة بسيارة صاحب الوظيفة بدائرة كل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه المرأة مثلا في دارها تريد تأدي الطعام تسمي على طعام ويا إلى تأثير هذا فإن لم كسب يشارك الشيطان الشيطان إذا شارك الإنسان في عمل في طعام في شراب خلط خلط القذار المعنوية بهذا الطعام والشراب صار قذرا معنويا هكذا شيطان رجس ونجس إذا شارك في الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي الكسب وفي إنجاز الوظيفة في الدائرة وفي إعداد الطعام أزال عنه البركة وبالقذار المعنوية بس يزيل البركة هذا الأكل اللي راح يأكلها مخلوط بالقذار المعنوية هذا الماء اللي يشربه مخلوط بالقذار المعنوية إذن وين أكست هاي القذار على الروح لذلك القلب يصير قاسي والروح يصير مدبرة لا تخشع لذكر الله هذا على الشرك وأما الشرك الشرك يعني شبكة الشراك شبكة يصير هذا الطعام والشراب واللباس شبكة من شباك إبليس والشيطان يجره إلى المفاسد يجره إلى المعاصي الطعام اللي المفروض يكون بالنسبة إلى غذاء ينمي بدنه ويروض جسمه للطاعات يروض للمعاصي يصير ميال إلى المعاصي ميال شبكة من شباك إبليس إبليس يصير بس نورانية الوضوء وينها ما يحصلها لأن الشيطان مشارك إليه سهين فيه هذا يجري حتى في أحوال النفس أحوال النفس هم هكذا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حزنه أمر تعاطاه يعني أدخل في نفسه القلق والوجل الحزن مو الحزن فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله بهاي الكلمة حينما يقولها يقولها عن قلب عن صدق أبتدئ واستعين بأموري ببسم الله المتصف بالرحمة الرحيم في ذاته والرحيم في فعله ويقبل بقلبه القلب هم يكون مقبل على هذه الآية لم ينفك من إحداثنتين إذا قالها بإخلاص وإقبال في القلب واحدة من فائدتين سيحصل إما بلوغ حاجته في الدنيا أي شيء الذي يريد يحصل التاجر في تجارته إذا يبدأ عمل ببسم الله مخلصا مقبلا بقلبه يحصل الأرباح الذي يريد الطالب الذي يبحث عن النجاح وكل شخص في أي مجال من مجالات الحياة فإما يبلغ حاجته في الدنيا وإما يعد له عند ربه ويدخر لديه يدخر في الآخرة العطاء اللي الله عز وجل جعله للبسملة يدخره له في الآخرة ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وما عند الله خير وأبقى يعني قدما الإنسان يتوقع أن يعد له من الأجر ومن العطاء ما عند الله بعد أكثر أكثر مما يتصور من هنا الأنبياء عليهم السلام اتخذوا البسملة وسيلة لدفع البلايا والأخطار عن أنفسهم قلنا بأن البسملة في كل الكتب السماوية جاء فالأنبياء كانوا يعرفون البسملة ويتخذونها في دفع البلايا والأخطار اللي هذا يصير تعليم لنا أيضا في كل معترك في كل مضيقة في كل مشكلة الإنسان يبتلى بها يستعين ببسم الله الرحمن الرحيم عليها إذا يسويها وهو مخلص ومقبل بقلبه راح يشوف المعاجز في هذا هي في الإسم الأعظم أقرب من سواد العين إلى بياضها مؤثر عجيب في الأشياء أمير المؤمنين عليه السلام يقول لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما أنزلت هذه الآية على آدم إذن مفتتح الخلق بسم الله على آدم لما نزلت عليه آدم قال هكذا أمن ذريتي من العذاب ما داموا على قراءتها واحدة من أسباب رفع العذاب عن ذرية آدم لكن قيدها بشرط الدوام على القراءة ثم رجعت يعني بعد أن نزلت على آدم رجعت إلى السماء البسملة يعني شنو رجعت إلى السماء يعني من تقلت هذه الآية إلى أولاد آدم ما بها وراثه نزلت على آدم ثم رجعت إلى السماء فأنزلت على إبراهيم صلوات الله عليه فتلاها فهو في كفة المنجنيق يعني في أشد الحالات اللي حقيب المنجنيق حتى يقذفوه في النار هذه الآية الشريفة كانت عنده فجعل الله عليه النار بردا وسلاما قال بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم النار هم حاطيها لإحراق إبراهيم لتعذيب لتعذيب إبراهيم إذا حضرت الرحمة الإلهية في هذه النار بعد يعقل أن تكون عذاب تتحول إلى برد وسلم يقول أمير المؤمنين عليه السلام وثم رفعت بعده بعد إبراهيم هم رفعت إلى السماء ما تناقلها أولاده فأنزلها الله تعالى على سليمان آية البسملة في كتاب سليمان لبلقيس ملكة سبا هم موجود وعندها قالت الملائكة الآن تم والله ملكك ملك سليمان تم حينما نزلت عليه البسملة إذن اتلاحظون آدم دفع عن ذريته العذاب بالبسملة إبراهيم دفع عن نفسه العذاب بالنار بالبسملة سليمان هم بلغة أعظم الملك بالبسملة ثم رفعت فأنزلها الله تعالى عليه رسول الله يقول الله صلى الله وعلى وسلم وعلى الحمد بس أكفر التكريم خاص لرسول الله صلى الله عليه وعلى حينما نزلت عليه بعدها لم ترفع دخلت إلى الأمة صارت بيد الأمة بيد المسلمين ثم تأتي أمتي يوم القيامة وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم فإذا وضعت أعمالهم في الميزان ترجحت حسناتهم بحسابه في الآخرة وهو من أشد مشاهد القيامة هذا المعتاد بملكته على البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم حسناتها تترجح ليش لأن هذه البسملة إذا وضعت في الميزان لا يكافئها شيء ببسم الله وبرحمته التي وسعت كل شيء وسعت كل شيء يعني شنو يعني حتى في مورد المحاسبة الصير الرحمن حتى في مورد الميزان اللي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حتى الميزان اللي بالذر بالمقدار القليل هذا إذا وصلته الرحمة ترجحت فيه الحسن حل بسيط جدا سهل بس الإنسان إذن هذه البسملة بهاي الرواية استفاد بأنها من مختصات الأمة الأمة المسلمة ببركة رسول الله صلى الله وعليه زين بعد بشارة أكبر وأكثر لنفرض بعد أكو ناس ما متعودين على البسملة وفي الميزان لا يقولون البسملة فلا تترجح حسناتهم وسيئاتهم شبيهة غالبة مصيرهم الوين للنار قبل الدخول في النار هم البسملة باب فرج رواية ابن مسعود عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال من أراد أن ينجيه الله تعالى من الزبانية التسعة عشر ذول أصحاب النار التسعة عشر الزبانية تسعة عشر نظر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تسعة عشر حرفا البسملة كل حرف يقابل ملك من الملائكة تسعة عشر حرف مقابل تسعة عشر زبون من الزبانية خوب مع وجود رحمة الله هذا شي يقدر يسوي الملائك يصير باب فرج للمؤمن إذن تلاحظون بأن رحمة الله عز وجل جد واسعة في الآخرة حتى أهل المعاصي يقدرون يخلصون أنفسهم شوية اهتمام شوية رعاية البسمة شوية تأخذ من الإنسان وقت وما يحتاج لها مؤونة وهو بسيارة يقدر يقراها هو على فراش نومة يقدر يقراها هو على كرسي الوظيفة ما لت يقدر يقراها بها مؤونة كل مؤونة ماكو فهذا الإنسان اللي حتى بهذا المقدار ما مستعد يتوجه شوية سيء الحظ هذا وإذا ألقي في النار استحقاق هو أنه أبواب الفرج موجودة أمام يتركها ويتخلى عنها هاي هم رواية إذن تلاحظون بأن البسملة فضائلها وآثارها كثيرة وعامة في الدنيا وفي الآخرة في كل مجالات الحالة هذا المبحث الأول اللي أردنا الإشارة إليه المبحث الثاني في الخصوصيات البسملة في سورة الشمس شنو هاي الخصوصية في سورة الشمس إلي الله عز وجل يبدأ السورة ببسم الله سابقا بحثنا هذه المسألة ونحن من أنصار هذا القول أن كل بسملة في كل سورة لها معنى غير المعنى الموجود في السور الأخرى هذا ليس من التكرار الباري عز وجل لا يمكن أن يكرر في كلامه تكرار ماكو في القرآن الكريم لا حرف زايد لا حرف ناقص لا حركة زايدة لا حركة ناقصة كل كلمة كل آية ذكرت لها معنى خاص بها ومنها البسملة البسملة في سورة البلد إلها فرد معنى في سورة الشمس إلها فرد معنى يناسب مضمون هذه السورة في السور التي تأتي بعدها أم لها فرد معاني تناسب مضمونها في سورة الشمس شنو هي المضامين الموجودة في البسملة وجوه ثلاثة أذكرها الوجه الأول سورة الشمس ابتدأت بالقسم والشمس وضحى هاي الواو واو القسم وتكرر هذا القسم في هذه السورة بعضهم يراه دعش قسم هذا بعضهم يراه سبع قسم بالنتيجة أكو قسم القسم يتقوم بمعرفة القاسم ومعرفة المقسوم به وإلا انتقض الغرض من القسم إذا واحد ما يعرف شنو القاسم من هو القاسم وشنو هو الشيء المقسوم به غرض القسم ما تحقق فيتقوم بمعرفة القاسم ومعرفة المقسوم به زيان يستدعي القسم ثلاث صفات أساسية حتى نعرف الربط بالبسملة شنو صاير الأول صدق القاسم لازم نفترض بأن الذي يقسم بالقسم هو صادق الآن نتكلم بشكل كلي الله عز وجل بعيد عن هذه الأمور لكن حتى لتوضيح الفكرة تقريبها إلى الأذهان القسم حتى يحقق غرضة لابد نفترض بأن القاسم صادق في قسمه الصفة الثانية أن يكون جاد في قسمه مو هو في مقام المزاح مثلا أو في مقام ضرب المثل مثلا أو أستاذ في الفصل الدراسي يقسم للطلبة لأجل تعليمهم القسم هذه جدية في القسم ماكو لازم يكون القاسم صادق ويكون جاد في قسمه الصفة الثالثة عازم على الوفاء به بالقسم إذا ما يكون عازم على الوفاء بالقسم كان كاذبا إذن هذه الصفات الثلاثة لا بد أن تتوفر حتى يتحقق القسم موضوعا زين القاسم في سورة الشمس من هو؟ الله عز وجل هو القاسم هو الذي يقول والشمس وضحاها إذن إذا كان القاسم هو الله وجب الابتداء بذكره ببسم الله الرحمن الرحيم لابد هذا الشكل يكون وبذكره بصفاته الذاتية الرحمن وبصفاته الفعلية الرحيم إذن حينما يريد الباري أن يقسم بالشمس وضحاها لابد أن يحرف نفسه أنا القاسم بهذه الصفات التي أتصف بها الله رحمن رحيم فلذلك لابد من البسملة قبل القسم الوجه الثاني البسملة رابط بين سورة البلد وسورة الشمس في سورة البلد الباري عز وجل ختم بذكر النار نار الله الموسدة وهذا أعظم تحدي للبشر أن الباري عز وجل يحذر البشر من نار موسدة في سورة الشمس ذكر الفرج والخلاص من هذه النار وهو تسكية النفس إذن أكو عذاب وأكو نعيم أكو فرج أكو خلاص من هذا العذاب هذا الخلاص من العذاب يأتي صدفة الصدفة محالة يأتي من الإنسان الإنسان عاجز لابد من مخلص هذا المخلص لابد من أن يكون الرحمن رحيم وهو الله عز وجل إذن بعد أن حذر الإنسان من النار الموسدة فتح له باب الفرج والخلاص ببسم الله الرحمن الرحيم هذا المعنى خاص بسورة الشمس المعنى الثالث الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هايش وكت في الآخرة في الدنيا في كل الأوقات وإن جهنم لمحيطة لمحيطة بالكافرين في كل وقت في كل زمان في كل مكان غاية الأمر جهنم لها صورتان ملكوتية وملكية الصورة الملكوتية لجهنم في الآخرة رح تظهر فالنار عجيبة تنطق تتكلم تؤمر فتستجيب هي تأخذ أهلها وأصحابها وتلقيهم فيها يوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هي تتكلم هل من مزيد لها مظاهر الغضب تظهر غضبها على أهل النار أشياء ذكرتها الروايات والآيات تقال بالنسان لكن مواقفها مفزعة جدا من يحتاج يجيبون الكافر يخلوه بالنار هي تروح تأخذه الذبة في بطنها وترمي في بعض الموارد شرارك القصر شرارك شيء مهول هاي النار هكذا يتتعامل في الآخرة هي في صورتها الملكوتية عجيبة في الدنيا لها صورة ملكية هاي النار اللي نستعملها إحنا هاذي مصداق من مصاديق نار جهنم المصداق الأجلى لنار جهنم الشمس هاي الشمس مظهر من مظاهر نار جهنم لكن في الملك مو في الملكوت لذلك صفات النار موجودة وين الشمس تحرق الشمس لهم ما تحرق حرائق السون سنويا هم البشر دائخين في الحرائق اللي سببها الشمس مناطق شاسعة من العالم تحترق بسبب الشمس وناس كثر يموتون بسبب الشمس هي النوع من نار جهنم يشهد لهذا شاهدان الشاهد الأول أن أهل الجنة في نعيم الجنة الله عز وجل يقول ما رح يشوفون هذول شمس لا يرون فيها شمسا ولا أهل الجنة ما رح يشوفون شمس لا يشوفون حر الشمس ولا يشوفون برد عدم الشمس الزمهرير يعني البرد الشديد جو الشمس جو معتدل في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي نعرف بأن الشمس مثل ما لها منافع لها مضرار بس أكو فرق هسراحين بينا أن الشمس إلها أضرار في الآخرة بعد هاي أضرار هات خارج الجنة يكون داخل الجنة بعد ما كو يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تستقبل الشمس اللي يريد يجلس في مكان يتشمس ليخلي الشمس بوجهة لا تستقبل الشمس فإنها مبخرة أو مبخرة يعني توجب الريح النتين الشمس تشحب اللون الأبيض شي صير وحتى لقماش لونه شي صير يجرب الشمس وتبلد ثوب والأخطر من كل ذلك وتظهر الداء الدفين الأوجاع والعلل بالجسم مدفونة ومو ظهرة الرضو للشمس تظهر عيوب هذه قاعدة طبية أمير المؤمنين بشفعنا الداء الدفين في البدن اللي ربما غير ظاهر غير معلوم تظهره الشمس قريب من هذه الرواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الملفت أن الآية تقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يعني شمس ماكو أصلا لو أكو شمس وما يشوفوها بسبب الظلال اللي موجود والأشجار اللي موجودة ما يشوفون شمس بس يحصلون نورها وضياءها لو أصلا يشوفوها للشمس ولا يتضررون بها ثلاث احتمالات موجودة ولكن الأدلة النقلية تؤكد الأول ما يشوفوها للشمس ليش؟ لعدم الحاجة إليها حاجة ماكو بعد إلى الشمس شنو الحاجة إلى الشمس؟ الانتفاع بطاقتها والاستنارة بضوئها رسول الله هو شمس الوجود المبارك وآله الأطارهم هكذا بعد مع وجود الشمس الأصلية الشمس التابع الكوكبية شنو أثرها؟ أثر بعد ماكو لذلك وارد في الروايات الشريفة أن أهل الجنة لا يستضيئون بالشمس يستضيئون بنور وجه الحسين صلى الله عليه وسلم في الروايات العامية هذه من طرقنا أنه بنور وجه الحسين من الروايات العامة بنور علي وفاطمة هذه الحقيقة ثابتة يمكن إثباتها فيزيويا فضلا عن الإثبات الديني واحد ليستغرب حينما الروايات تقول أهل الجنة يستضيئون بنور وجه الحسين هذا مؤمر غريب هذا فيزيويا الآن واقع في الخارج ما عندنا نحن في هذا الوجود عناصر أو فلزات مشعة الذرة شنو شوالها اليورانيوم شنو شوالها شيء ذرة بسيطة منه تعطي طاقة جبارة جدا لذلك العالم يتعارك عليه يتنازع عليه شيء بسيط من هذا العنصر المشع يسوون به العجائد فيزيويا هي ذرة من الجماد من العناصر تعطي هكذا طاقة جبارة في الإضاءة وفي النور محمد وآل محمد عليهم السلام من نور الله خلقوا الله نور السماوات والأرض ليس من الغريب بأن تكون هذه الأرواح النورية بدرجة من الإشعاع النوري بحيث يستضيء به أهل الجنة فيزيويا معقول هذا وخارجيا واقع فضلا عن الأدلة النقلية المتضافرة عن هذا المعنى إذن الشمس ليست في الجنة في الجنة شمس النبي صلى الله عليه وآله وقمر أمير المؤمنين عليه السلام ونهار المهدي صلوات الله عليه في تفسير القمي هم يؤكد هذه النتيجة يقول ليس في جنان الخلد شمس ولا قمار ذول الشمس والقمر اللي في الآفاق هذه تصحبنا إلى قبل يوم الحشر وفي الحشر الشمس هذي راح تقترب من الكافرين بدرجة بحيث يصير جزء أذابهم لكن في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين